نظمت نقابة العاملين بالسياحة والفنادق في أسوان مؤتمراً لدعم المرشح الرئيسي عبدالفتاح السيسي في أسوان في الانتخابات الرئيسية التي ستجرى في الداخل الأسبوع القادم شارك في المؤتمر عدد كبير من السياسيين ورجال الدين والمواطنين وأعرب الحضور عن تأييدهم المطلق للمرشح عبدالفتاح السيسي حتى يكتمل وتكتمل الإنجازات التي تحققت بمحافظة الجمهورية على مدار السنوات الماضية نحن كلنا بنحب الرئيس ودين علينا لازم أن نحن برضو نوفيه الفترة التي كانت فترة السيول طبعاً نحن من ننسهاش أنه سيادته جاء تكرمه واسخ الأسوان هنا بنفسه وتابع الأحداث والحمد لله نتميز أن احنا أخذنا أعلى قرى في حياة كريمة وإن شاء الله احنا برضو هنرد الجميل لسادة الرئيس في ساعة الانتخابات أسوان هتقول كلمتها لو لعفتاح السيسي لا كانش الأمور كانت تقول هذا المنعاطف اللي احنا فيه منعاطف الأمان منعاطف السلام منعاطف الإرادة منعاطف التعاون الدولي مع دولي الإقليميين وعربيين وأيضاً عالمياً بنقول للرئيس نحن معك للأبد أنت معاك في كل وقت معاك في كل الزمان وكل مكان ربنا زيدك من نعيم الله ويكرمك بخق جاه النبي يا رب ودايماً في التلمية والاستثمار ورافع مصر دايماً رئيس نقيد الرئيس إن شاء الله موفق لعام وسنوات قادمة وقادمة إن شاء الله بإذن الله احنا بنكمل المسيرة معاه كستات هو عامل حاجات كتيرة جداً للمرأة وبدعم المرأة دايماً في اجتماعات ودايماً في تدريبات مع سيادته كل الجهات بتساعد معاه بمجهوداته مجهوداته والسيد رئيس الجمهورية طبعاً أنا بشكره لأنه هو فعلاً عمل لنا حاجات كتيرة احنا مستفادين منها كستات وكمرأة وكأطفال جايين إن شاء الله من عشان نرد الجميل لمعالي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لكل المجهودات اللي عملهنا سواء في محافظة أسوان والعمال أسوان كذلك المعالي المرشح عمله في قطاع السياحة فإحنا النهاردة جايين نرد الجميل ونقف ونؤيد ونبايع معالي المرشح عبد الفتاح السيسي وتأيد السيد الرئيس من أجل مستقبل أفضل ولأولادنا ولحياة سعيدة جديدة إن شاء الله